اشتركوا في القناة وكان له قرين السوء في القرية يحقد على قريبنا لتفوقه الدراسي ونجاح ومثابرته حتى جاء ذلك اليوم الذي دبر قرين السوء مكيدة اخذ كمية من المخدرات واخفاه في حقيبة سيارة قريبنا الخلفية كان قريبنا يستعد للذهاب ليلة الجامعة فجر السبت كعادته لم يشعر بتلك المكيدة انطلق صاحب السوء مسرعا الى مركز التفتيش ابلغ الشرطة انه سيقدم عليكم طالب يدرس في الجامعة سيارته لونها كذا رقم لوحتها كذا يتاجر بالمخدرات شكروا انتظر معهم سار قريبنا كعادته فجأة حدث المكرو والهم الذي يحدث لنا ولا نريده بان تعطل اطار السيارة عليه نزل من السيارة فتح الحقيبة الخلفية للسيارة ليستخرج الاطار الاحتياطي رفع الغطاء عن الاطار الاحتياطي وجد كيسا ابيض لا يعرف ما هو القاه في الصحراء ابدل الاطار المتعطل بالصالح ثم انطلق متوكلا على الله الى الجامعة وصل عند مركز التفتيش الذي في الطريق اوقفوه فوجئ بتفتيش السيارة كاملة لم يجدوا شيئا فالتشوب دقة لم يجدوا شيئا قال لهم عما تبحثون فاخبروه فقال لقد تعطل اطار السيارة فوجدت كيسا ابيضا فالقيته في الصحراء فتعجبوا من صدقه وصراحته فانتقلت التهمة الى قرين السوء فما كان منه الا الاعتراف ليقع خلف قطبان السجن فاذا بفضل الله ثم الاطار المتعطل يشع الخير ولك ان تتخيل اخي كيف سيكون حال صاحبنا لو لم يتعطى الاطار السيارة فما اعجبه منهم انقذ صاحبه واراح الناس من صاحب السوء قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير اسأل الله ان يرفع قدر كل من نشر هذا المقطع وان يجعله في ميزان حسناته